بنات يا بنات السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سنحضروا هذه المخمرات اللي طيبين في الميقلات كي يجيوا رائعين البنات بوحد الحشوة لديدة وعجينة مميزة فان شاء الله ستشوفوا معي التفاصيل الحشو فأنا هنا يخديت تقريبا هكا واحد تلت بصلات واحد زوش الفلات حلوين قبارات حاولت انني نشلضهم هكا في الروبو المهم نديرهم هكا شوية غلاد بش ما يبقى وش هكا محرحرين المهم اخواتي درتهم هكا في الميقلات وغادي اكيد نضيف العطرية فهنا يا ديرا تقريبا واحد المحلقة صغيرة وراها كانت تعبوا درت التوم ما كانتش عندكم ماشي مشكل غادي ندير الملحة كذلك غادي ندير اللي بزار والزنجبيل اكيد فانا من طبعي دي ما كان حضر هكا اللي فرخص بلا ما نضيف الخرقوم البلدي المهم انتو ما كنتو باغين هكا الحشوة تجيكم ملونا ففي ذيك الوقيتها غادي نضيفه واحد شوية تعال خرقوم البلدي فهنا يا اخواتي درت الزيت النباتية اكيد حسب المهم عيني ميزاني وكذلك شوية تعال زيت العود والنار متوسطة غادي نحاول نغطي على هاتشي باش نخلي كل شي تشحر ويطيح ونبدي هكا نضيف المكونات الاخرى فهنا يا دايرة تقريبا شوية تعال هبران تعال الجاج مقطعة مكعبة صغار كيفما ممكن تقدروا تدوزوها في الروبو باش تحصلوا على واحد المهم بحال كفتة ممكن جدا انكم تستعملو حتى الكفتة تعال بقري فهنا يا خليت اكيد داك الجاج غادي تشحر مع البصلة وغطيت عليهم بعدها غادي نضيف واحد تلت ماطيشات وغطيت عليهم وخليتهم هاكا فوق نار مهيلة فجيت هنا باش نعجل معاكم المهم العجينة اللي هي عندي الدقيق عندي الملح والسكار بيكين باودر وكذلك خاميرات الخبز والحليب فهنا يا دايرة استاد القؤوس انتع الدقيق ما يعادي الستميات قرام انتع الدقيق المهم استاد القؤوس من قؤوس العنبة دارت شوياد الملحة والمعي القصغي وورا ديك انتع القهوة اللي كنحرقوا بيها القهوة هاديك غادي نديروها خمارة حبوب كتكون هاكا ممسوحة وكذلك هادي البيكين باودر غيب ديك المعي القصغي ووراقه انتع القهوة اهنا يا دايرة تقريبا زوج معالق انتع سقر سنيبة ممكن تعويضها بالعسل الى كانت عندكم وغادي نجمع العجينة بالحليب فممكن جدا انكم تجمعوها حتى بالماء لكن بالحليب غادي تجي افضل فهنا يا دايرة تزوج القؤوس انتع العنبة من معمرين حتى الفم كيف ما شوتوا معايا غادي نحاول انني نجمع ديك العجينة بالحليب وإلا كان خاصني ما زالا نزيد يا اما نزيد داك شي ماء ولا نقدر نكملها كاب الحليب فانا تقريبا ندخلو لي انتع السوائل يعني الحليب دخل لي نصف لتر لهذا الكمية واكيد انا حضرت معاكم كمية محترمة من هاد المخيمرات انتو مايلا كنتو بغيين تقسموا الكمية فممكن جدا انكم تديرو غي ثلاثة القؤوس انتع الدقيق اللي غادي يدخلين فيها رابعة انتع الحليب فهنا يا كتشوفوا انني زدت الحليب فصل الشيتاء اخذكم ضروري انكم تدفي ومزيان ذاك الحليب اما في فصل الصيف غادي غادي تحيدو البرودة انتع تلاجة وصافي فالقوة متاع العجينة هو هذا مايجيش قاسح ومايجيش هكا جاري بزاف المهم كتجي هكا مطلقة شوية هدا هو القوة متاحة وغادي نكتافي على هاد الشي كنوريكم بالكؤوس انتع العنبات قريبا نزوج الكؤوس ونصف انتع الحليب فاخوتي هنا يا غادي نحاول انني نحيد ديك العجينة نديرها فوق طاولات العمل نحاول انني ندلك هادي هاكا شوية ماشيش حاجة كتيرة سهلة مهلا قد تحضر فرام شاتعين وغي ترتاح تعطينا واحد الفعالية الزوينة فانا هنا يا دهنت هاكا واحد تبصيل بالزيت باش نحط فيه ديك العجينة وندهنها كذلك من الوجه وهنا يا مشيت اللفخص ديالي اللي غطيت على ديك مطاشة حتى نزلت وطلقت لي لصوص متاحة وزيت عليها واحد المعلقة كبيرة انتع مركز طماطم هو غادي يعطني اللدة وفي نفس الوقت غادي يعطني واحد اللوين زويون لهاد الحشوة فهنا يا انا اكيد غادي نسم بالزعتر انتو ما يلا كنتو بغيين تنسمو بالقصبر ولا معدنوس غادي تحاولو انكم تضيفوه في الاول معدي كمطاشة يعني غادي تحاولو انكم تشحروه مزيان باش ما يبقاش عطي ديك اللدة متاعه القوية فهنا يا كتشوفو انني دير كمية محترمة متاع الزعتر لانه غادي يتلقف هاد لافاقص يعطيني واحد اللدة عجيبة وغادي تشوفو ما زال ان شاء الله كيفاش غادي نحضر ديك لافاقص غادي ما زال نزيد فيها واحد المقوين ديهو غادي يعطيني حتى يغرم لي كما كان قولو في نفس الوقت غادي يلدد لي هاد الحشوة فهنا يا اخواتي كتشوفو انني هرمشت هكا شوية انتع الزيتون الاخضر اكيد من بعد ما غسلتم زيان واستقترتو من داك الماء فانا ضفتو هكا على الفاغص المهم ديرو عينكم ميزانكم انا عارفة هاد الزيتون ماشي صحي لكن صراحة كياتي واحد اللدة زوينة يعني شمق دينا النقص منه كان احسن فهنا يا اخواتي حاولت انني نخلط داك شي وغادي ندوز مباشرة باش نشوفو تفاصيل كيفاش نديرو نعمرو دوك المخيمرات اللي كيجيو من اروع ما يكون هدي هي العجينة بعد ما ارتاحت فانا هنا يا اخواتي كتشوفو خديت واحد زوج بطاطات مثلا سلقتهم وزت معهم زوج بيضات مسلوقين شوية دلملحة فغادي نحاول نهرس ديك البطاطة مع البيض وزت كذلك في الاخير واحد شوية انتع الزبدة الممتازة طبعا الى كان عندكم حتى الفروماج ممكن جدا انكم تضيفوه المهم لا بيغي هادي هي فغادي تشوفو معايا العجينة هي هادي غادي نقطحة بهذا الشكل وغادي تشوفو معايا شها غادي تعطيني من واحدة هادي هي الكمية اللي اعتطتهاني فغادي نحاول لول بها ونحطها جانبا ونبدي نعمر هنا يعني دي المنزاريلا مع الايضامة انا كنخلطهم هكا وانتو ما تقدروا تستغنوا عليهم ولا تقدروا تضيفوهم المهم مكونات الاساسية هما دي كلافاقس اللي بالخضار كذلك لابيوغي غادي ان شاء الله تعطينا واحدة للداء وكذلك غادي لكانت عندنا لابيوغي قليلة غادي تخلي دك شي يجي عامر ويجي كتير فهنا يا سبقت اكيد بلابيوغي زد فوق منه شوية نتع الحشو وزد فوق منه شوية من الفروماج رابي وغادي نحاول نسد عليهم هكا مهم كنحاولوا اننا كل مرة نغيروا هكا في الافكار باش نغيروا كذلك حتمل لداء فهنا يا نحاولوا غي نرققوا الحواف باش ما يجوناش هكا غلط اما الوسط مش مشكل نخليه شوية فيه العمر هكا وغادي نحطوا فيها اكيد شوية تعالى بيوغي الدراري غادي يحمقوا على هاد الاوكلا يعني كلنا كنعرفوا ان الوليدات هكا كيعشقوا شي حاجة اللي هكا بالبطاطا نحاول نسد عليها مزيان وغي هكا نبسطوها هكا باطراف الاصابع فبمجرد ما نسالي داك شي غادي ندوز المقلات غادي ندير فيها شوية تعالى الزبدة والنار قليلة اكيد غادي تحاولوا تنقصوا النار وتبقى وغي هكا تقلبوا فيهم غادي ياخدوا لكم اللون ضغية ضغية وغادي يجوكم قرمشين واللوين انتوما على حسب بغيتوا تحمروهم بزاف بغيتوا تديروهم غي دهبيين كل واحد كيفاش غادي يدير بغيتوا تطيبوهم في الجوانب ولا تخليوهم كيف ما درت انا ممكن جدا انكم تحطوهم حتى في البانينوز ديك الاهلة الخاصة بالبانيني تا هي غادي تطيبهم لكم زيان بعد ما تدهنوهم طبعا وغادي يجي تالشكل ديالهم في هدوك الخطوط هاكا زوينين صافي اخواتي كانت هادي هي وصفة اليوم غادي تشوفهم هايا بعد ما نفتح معكم هاكا تشوفهم الداخل كيفاش كايجيو هادي هي الكمية انا اللي درتها معكم واكيد راني اعطيت لوليدات هاكا بعد ما باش سكتوهمها يعني باش دقوها هما الولا وكاتشوفو الشكل ديالها ممكن جدا انكم تدخلوهم حتى المجميد مثلا الى تبقى ليقوم منها ولا تحطوهم في المجميد قبل ما تطيبوهم يعني مين تبغيوهم غايت تجبدوهم وديروهم هاكا في البانينوز المهم اخوتي كانت هادي هي وصفة اليوم نتمنى انها تكون نالت اعجابكم ما تنسوش اللايكو البرتاج والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة